من السماوات ومن القرض ومن كما بينهما ومن أما شئت من شيء بعض أهدف قال أقول عبد وخذون لك عبد فاللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وساء علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة الكشيرية للإمام أبي القاسم عبد الكريم الكشيري المولود في ربيع الأول سنة 76 و300 من الهجرة النبوية الشريفة والمتوفى في ربيع الأول سنة 65 و400 من الهجرة النبوية الشريفة عن عمر يناهز 89 عاماً رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشيخه وتلامذته وقراء مصنفات وشرحها في الدرين أمين اليوم نتكلم على باب الحزن والحزن في منه ممدوح وفي منه مزموم المزموم أن تحزن على فوات الشهوات والرغبات في الدنيا أو ده مزموم لأن الدنيا متاعها قليل فالمفروض ما تزعلش على حاجة فيها لو زعلت على حاجة فيها تبقى قصير النظر وما عندكش خبرة الحزن الحقيقي على فوات حصدك في الآخرة هو ده الحزن الحقيقي وبالتالي الحزن الذي يكون سببه انقباض القلب بسبب الوقوع في المحزورات والتقصير في الطاعات ويدفعك إلى الطاعة والتوبة هو ده حزن ممدوح أما الحزن الذي يكون بسبب ما خسرته من أمور دنيا أو رغبة كنت تريد أن تحققها فاختبرك الله بحرمانك إياها حتى يختبر فيك الصبر فهذا الحزن حزن مزموم وربنا سبحانه وتعالى المتاع الدنيا قليل وقال متاع الغرور الغرور اللي هو الوهم يعني حتى المتعة اللي فيها وهم والوهم احنا نسميها الواسع الواسع بصرية وسمعية وكل حدي يعني انت عايز تعيش في الهلوسع خليك مع الحقائق الحقائق هي التي تدوم والغرور والأوهام دي تزول لا وجود لها في الواقع وبالتالي الدنيا كلها لا تسوي عند الله جنع بعوضة فمهما خسرت من الدنيا تقول ان الله وان الله يرجعون تجد برد وسلام على قلبك ولا حزن يمرضك او يقعدك او يعجزك او يميتك في الناس بتموت من الحزن مسبب فواد حظهم الدنيا فده حزن مزموم احنا لما بنتكلم على الحزن بنتكلم الحزن الممدوح الذي يوصل الى الله كان من ضمنه وصفه النبي ايه انه متواصل الاحزان صلى الله عليه وسلم يعني كان باستمرار عنده هموم تتعلق بتبليغ دعوته والقيام بما اوجبه الله عليه فشوف انت ما تبقى عندك امتحان وفي سنة مهمة والامتحان قرب تبقى مش فاضي انت تتهزر ولا تقعد على القهوة ولا تروح النادي تبقى باستمرار مشغول او الحزن ده يعني معناه الشغل في طاعة الله والبعد عن معصير مش الحزن انه قاعد منقبض بيعيط يعني يبكي بتاعها لا فالحزن هو ايه هو الجد في فعل ما يوصل الى الله كما كان النبي حاله كده كان مع الناس لا يخفي بشره عن احد فاذا خل لنفسه كان متواصل الاحزان يعني عنده هو اهم وايه يقيم الليل يصلي يستغفر لامته يراجع القرآن مع سيدنا جبريل يعني في كل وقت له ايه له عتاد صلى الله عليه وسلم فما عندوش وقت يضيعه على النواصي ولا في الشوارع ولا يعد يقلب في ايه بالرمود في قنوات التليفزيون ولا يضيع وقته على الواتس وعلى الحاجات الايه اللي منعمل احنا ليبقى ده بني ادم بيقتل نفسه لان عمرك هو نفسك فلما تضيع ساعة من عمرك ما تعرفش تشتريها بملايين الدنيا قال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ده اهل الجنة بقى لان في الجنة ما فيش بقى هموم خلاص انت وصلت لمرادك فما بقاش في هموم بقى خلاص يعني معنى ايه معنى طول ما انت وما وصلتش للجنة هيبقى في حزن يعني اهتمام بالوصول اليها حتى اذا وصلت الى مرادك ذهبك حزن فهو عايز يشير الى هذا المعام يعني عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لستنا فاطمة عليها السلام لما دخلت عليه في مرض وفاته وكان يقول ورأساه او فقالت ايه وكرب ابتاه كانتش تتحمل تشوف ابيها ايه متأل ستنا فاطمة حتى انها بعد وفاة النبي لم تتحمل فراقه مارضت ستة اشهر وماتت في سن صغيرة ولم كانت تعاني من اي مرض لم تتحمل ان تعيش في الدنيا بعد وفاة ابيه فالمهم لما تقطع قلبها على النبي ورأته يتألم فقالت ايه وكرب ابتاه قال لا كرب على ابيك بعد اليوم يعني نهاية الحزن لقاء الله هذه الحكاية طول ما انت عايش في الدنيا انت في ايه في هموم وفي كدر وفي ايه وفي كمد وخلقنا الانسان في كبد كبد يعني جهد مع جهد بدني مع كمد نفسي دي طبيعة الدنيا كده وعلى شك كده وقال الحمد لله الذي اذهب عننا الحزن يعني عايز يشير اليك ان مدة الدنيا هي عبارة عن مجموعة من الاحزان ولا تذهب الا بلقاء الله وعنوبي قال اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن حبيش قال حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا اسامة بن زيد الليثي عن محمد بن عمر بن عطاء قال سمعت عطاء بن يسار قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من شيء يصيب العبد المؤمن من وصب الوصب اللي هو المرض يعني أو نصب يعني تعب يبال وصب كم أبرأت وصبا بالنمس راحته مش بنقول كده في البردة كم أبرأت وصبا يعني مريدا باللمس راحته الشريفة كان النبي يضع يده على الموصوب المريض يقوم يبرأ يبقى ما من شيء يصيب العبد المؤمن من وصب يعني مرض أو نصب والمرض يدخل فيه المرض الحسي والمرض النفسي لأنه برضو فيه أمران نفسية بتكسيب الإنسان الألم النفسي أشد من الألم البدني حتى في الناس اللي بتعاني بالاكتاب النفسي والحاجات دي بتعاني من ألم نفسية أشد من الألم البدن فيدخل داخل فيها من وصب أو نصب نصب اللي هو الجهد والتعب اللي بتشوفه في الدنيا أو حزن يعني حزن على شيء فاتك أو ألم يهمه يعني ألم يجعله مهموم بسببه إلا كفر الله تعالى عنه من سيئاته يبقى ربنا لما خلق الألم والمصائف في الدنيا خلقها وقدرها لعباده لا ليعذبهم بل ليصلوا بها إليه لأن ربنا بيقول إيه ولو رحمناهم وكشفنا ما بين من در للجوا في تغيانهم يبقى الدر إذا بيقودك إلى ربك وكم من إنسان رأيناه وقت عافيته كان غافلا لا يصلي ولا يذهب إلى الصلاة ولا يقول يا ربي يا ربي مجرد أن ربنا أصابه بمرض وهم وحزن جلس في بيتي يدعو الله ليل نهار ويصوم ويصلي وشفنا ناس كتير كده يعني في ناس لا تدخل الجنة إلا بسلاسل الاختبار فإمتوا عشان كده ربك سبحانه وتعالى يقول إيه ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من در للجوا في تغيانهم يا عمون يبقى نعمة دره يعني إحنا شفنا ناس كانوا في غفلة شديدة ربنا ابتلاب ابن عاق ابن العاق ده كان سببا في إنه بقى إيه طول النار قاعد يدعي يا رب هدي لابن يا رب هدي لابني وعايز كتب صلوات على النبي وعايز مش عاق وعايز عامل عمرة عشان هدعي لابني وعايز أروح يا علاو كان لابنه كان مشي صالح ما كانش يفكر التفكير ده يا بقى ربنا لما أصابوا في ابنه جعله إيه جعله يندفع إليه فهمت بقى إزاي فعلا وشكده تجد انظر حواليك كده تلاقي كل واحد مهموم بحاجة واحد يقول يا رب يا رب يا رب لو الهم ده ما كانش موجود لا حيقول يا رب ولا حيقول إيه حيقول يا نفسي وبالتالي ربك سبحانه وتعالى أراد أن يبتلينا ليرقينا وليأخذ بأيدينا إليه يبقى عشان كده ما تندمش على أي ألم يصيبك أو جهد يصيبك أو هم يصيبك ما تندمش لأن كل دي درجات والإنسان بصبره على هذه الأشياء يصل إلى درجات لا يصلها بعمله مهما عمل ودي كلها جبر خاطر للمؤمن والنبي بيخبر خاطرنا يعرفنا إن ربنا لما يقص علينا أحيانا كقسوة الأم والأب على ابنه من شدة حبه يقص على ابنه علشان يريده أن يقومه زي يمتبقى أزاي الحزن حال يقبض القلب عن التفرق في أودية الغفلة طول ما أنت في عافية أنت في غفلة مجغول بقى إيه بدنياك ومجغول أول ما ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلب المؤمن الحزن يعني الهم على أمور الأخيرة يوم يقبضه من أودية الغفلات دي ينبهه يعني يعني يؤديه إلى إيه؟ الانتباح اللي احنا بنسميها الياقظة التي تؤدي إلى التوبة فيم؟ والحزن من أوصف أهل السلوك يعني السالك إلى الله السائر في الطريق إلى الله لا بد أن يكون عنده من الحزن اللي هي الهموم التي تجعل همه تحصيل مراد ربي وليس همه تحصيل مراد نفسه قال سمات الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى كان حمى أبو علي الدقاق ده كان حمى عبد الكريم القشيري وشيخه في نفس الوقت يعني أبو زوجتي قال سمات الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول صاحب الحزن يقطع من طريق الله في شهر ما لا يقطعه من فقد حزنه سنين يعني كأن يوم حزن وهم تصل فيه إلى الله بسبب هذا الهم ما لا تصله إلى الله وأنت في الغفلة في سنوات طول يبقى ربنا بيرسل عليك هذه الأشياء اللي هي كدرات الأغيار في الدنيا يكدر عليك حياتك عشان يختصر عليك الطريق لأن الدنيا بأكدرها دي الناس قاعدة بتتنافس عليها فما بالك لو الدنيا ما كانش فيها أكدار كانوا إيه قتلوا بعض ده بيقتلوا بعض وهي الدنيا مليانة كدر يعني ربنا سبحانه وتعالى مشوه الدنيا برضو كل لزة فيها مشوهة ورغم من كده الناس بتقتل بعضها عليك فما بالك بقى لو كانت كل لزات الدنيا إيه صافية بغير الكدرات كانت الناس تعمليه شوفت قد دي إيه يعني ربنا بيبغضها لنا وبرضو بالرغم من كده بنقتل بعضنا عليك إن الله يحب كل قلب حزين وفي الخبر إن الله يحب كل قلب حزين يعني حزين على التقصير الذي يدفعه إلى الجد والاجتهاد لطاعة مولاه مش كل قلب حزين على عدم تحصيل شهوته لا حزين الحزن المحمود الحزن المحمود إنك أنت بتشعر بانقباط قلبك بسبب تقصيرك في شكر مولاك وطاعته وانغماسك في تحقيق رغباتك تقوم يبتدي إيه هو ده الحزن المحمود ربنا بيحب القلب ده وفي التوراة إذا أحب الله عبداً جعل في قلبه نائح وإذا بغض عبداً جعل في قلبه مزماراً يعني إذا أحب الله عبد جعل إيه في قلبه بزرة حزن يعني بزرة جد يهتم بما ينفعه في المقال لا في الإيه في الحال لكن إذا أبغض عبداً جعل في قلبه مزماراً يعني له لاهي في الدنيا وغافي وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان دائم الفكر كان متواصل الأحزان دائم الفكر لأن النبي كان أكثر الناس مسئولية في خلق الله جميعاً دخل لا مسئول عن العوالم رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وبعدين مسئول عن إبلاغ ما أمر به وأوحي إليه ومسئول أن يجاهد الكفار والمنافقين وأن يغلز عليهم ومسئول أن يعلم المؤمنين وأن يحفظهم القرآن ويأخذ بايدين إليه ومع كل ذلك كان يوعب كما يوعب رجلين وكان عنده من الزوجات تسه وعنده من الأولاد وعنده من الخدم وعنده من الهموم التي قد تكون حائلاً يعني أنت لو تشوف همومك الخاصة بالنسبة لهم والنبي الخاصة تجد نفسك أنت بتلعب فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان لكثرة مشاغله ومسئولياته والقيام بأعباء ما كلف إليه دائم الفكر صلى الله عليه وآله وسلم كل ده باعتبار إيه؟ باعتبار رأفته ورحمته بأمته لكن هو باعتبار ذاته الشريفة وقربه من مولاه فحاله في أكمل الحالات من البشر والاطمئنان والتفويد والثقة بالله صلى الله عليه وسلم يبقى النبي لو اعتبران عين على الخلق دائم الأحزان عين على الحق دائم البشر فهمت بقى إزاي؟ وقال بشر بن الحارث الحزن ملك فإذا سكن في موضع لم يرضى أن يسكنه أحد تملك ده الملك كما يبقى في مكان ما يحب شبه معه ملكتين فجولك الحزن ده ملك إذا سكن القلب لم يرضى أن يسكنه أحد يعني لا يرضى أن يسكنه غفلة وقيل القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب كما أن الدار إذا لم يكن فيها ساكن تخرب وقال أبو سعيد القرشي بكاء الحزن يعمي وبكاء الشوق يغشى البصر ولا يعمي قال الله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يعني بكاء الحزن يؤدي إلى ضعف البصر ليه؟ لأن بتبقى أنت همومك في غير المبصر فتنشغل عم أمامك بنشغالك بما اهتممت به في قلبك وقال ابن خفيف الحزن حصر النفس عن النهوض في الترب يعني الحزن يمنع النفس ويحصرها ويقيدها عن أنها تترب في الشهوات فتجد أن شهواتك منغصات شوف تأدي بخلاب الغافل يجد أن شهواته لزات لكن اللي قلبه فيه الحزن يجد أن شهواته منغصات وسمعت رابعة العدوية وسمعت رابعة العدوية رجلاً يقول وحزنا فقالت قل وقلة حزنا لو كنت محزوناً لم يتهيأ لك أن تتنفس يعني المحزون حقيقةً ما عندوش وقت للشكوى كونك أنت لسه بتشتكي يبقى أنت ليه في حظ نفسك الحزن ده يحرق الحزوز النفوس ودي درجات الحزن درجات وقال سفيان بن عيين لو أن محزوناً بكى في أمة لا رحم الله تعالى تلك الأمة ببكائه ليه لكمال الترارة لمولاه لأن المحزون ده فقر إلى الله كامل وكلما كمل افتقارك والترارك كنت أقرب للقبول من غيرك وكان داود الطائل غالب عليه الحزن وكان يقول بالليل إلهي همك أطلع علي الهموم همك يعني إيه؟ يعني هم الوصول إليك أطلع علي الهموم وحال بيني وبين الرقاد وكان يقول كيف يتسلى من الحزن من تتجدد علي المصائب في كل وقت ويختبرت الحياة وقيل الحزن يمنع من الطعام والخوف يمنع من الزنوب وعشان كده تلاقيك أنت تشوف أنت أيام تبقى مشغول قوي بتاكل إيه؟ سنده وتشاد كده بعجل مش فاضي بقى تقعد بقى ويجيب سلطات ويجيب مش عارف إيه وتقول فتملي الإنسان كلما زادت همومه قال له إيه؟ طعامه ليه؟ لأنه ما عندهش وقت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أكل المتعجل صلى الله عليه وسلم والخوف يمنع من الزنوب وسئل بعضهم بما يستدل على حزن الرجل فقال بكثرة أنينه يعني سعاد الوعد وسعين كده سيدنا إبراهيم بيقول لك أواه كان كثير التأوه حتى قال إيه؟ آه اللي هي بيتأوه بها المريد دي اسم من أسماء الله ألهمه الله للمريد يقول آه 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 يعني يا الله يا الله يا الله إذا كثرت الأنين لا تصدر إلا من قلب حزين وقال سري السقطي وددت أن حزن كل الناس ألقي علي يعني هي رغبة في ثواب ذلك وأن يتحمل عن الناس ما يحزنهم إثاراً بهم وتكلم الناس في الحزن فكلهم قالوا إنما يحمد حزن الآخرة يعني الحزن على فوات الآخرة وده المحمود وأما حزن الدنيا فغير محمود إنك تحزن على فوات الدنيا ده غير محمود إلا أبا عثمان الحيري فإنه قال الحزن بكل وجه فضيلة وزيادة للمؤمن ما لم يكن بسبب معصية لأنه إن لم يوجد تخصيصاً فإنه يوجد طمحيصاً يعني إذا حزنت على فوات الدنيا سيدنا أبا عثمان الحوري بيقول لك لا ده مش مزمو ده لما تحزن على فوات الدنيا حتخليك تزهد في الدنيا تقوم تدفعك للأخيرة يبقى طمحيص مين قال إنه مزمو وجات نظر يعني بعض الأولية يقول لك لا ده الحزن على الدنيا ده مزمو قال له لا ده الحزن بكل وجه محمود حتى لو حزن على فوات الدنيا فده يزهده فيها فيمحس زنوبه ويكفر سيئاته لأن ده هم والرسول بيقول أي هم يصيب قلب المؤمن بيغفر له زنوب فمين قال إنه الحزن ده الحزن محمود من كل الوجوه تقوم تبقى عشان كده احنا قلنا إن الأولياء لو اتفقوا فسدوا وده أول حاجة تفتكرها حلوة أو ثاني يرد عليه عكسها تلاقيها حلوة أو ده بيتكلم من جهة وده بيتكلم من جهة فهم لأن إن لم يوجد تخصيصاً يعني إيه يعني تشريفاً حيوجد تنحيصاً أحسب الناس وأن إيه أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون وكمان بيقول إيه لأن نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس الثمارات يعني ده ضرر في الدنيا هو وكان سبب لأنك تبقى من الصابرين فربنا سبحانه وتعالى يوفي الصابرون أجرام بغير حساب يبقى بيبقى تمحيص ولا مش تمحيص تمحيص يعني حرمانك من الدنيا وحزنك على حرمانك من الدنيا يجعلك تزهد فيه ثم تلجأ إلى الله وعن بعض المشيخ أنه كان إذا سافر واحد من أصحابه يقول له إذا رأيت محزوناً فأقرئه مني السلام يعني لو تلاقي واحد كده مهتم بأمور الآخرة غافل عن أمور الدنيا ده يبقى دعاءه مستجاب فقول له فلان بيسلم عليك عشان يقول الله يسلمه كلمة الله يسلمه دي دعاء وهو دعوته مستجابة فهو عايز بس الرد بتاعه عشان تبقى ما تقول له فلان بيسلم عليك تقول الله يسلمه هو عايز كلمة الله يسلمه دي تخرج من قلب إيه من لسان واحد محزون يعني إيه يعني مستجاب الدعوة قال سمعت الأستاذ أبا علين الدقاق يقول كان بعضهم يقول للشمس عند غروبها هل طلعت اليوم على محزون يعني لقلتهم وكان الحسن البصري لا يراه أحد إلا ظن أنه حديثه عهد بمصيبة يعني تمليت مجغول مجغول إيه لأتوا كأنه وراء مصيبة بتاهمت زي من كتر إيه شغله واهتمامه ما عندوش وقت إيه تلاقيه قاعد فاضي كده مش بيعمل حاجة لأت باستمرار ورحجت وقال وكيع لما مات الفضيل ذهب الحزن اليوم من الأرض الفضيل بن عياض يعني وقال بعض السلف أكثر ما يجده المؤمن في صحيفته من الحسنات الهم والحزن لأن دا لا يفرق الإنسان في كل لحظة سمعته أبا عبد الله الشيرازي يقول سمعته علي بن بكر ابن بكران يقول سمعته محمد بن علي المروزي يقول سمعته أحمر بن أبي روح يقول سمعته أبي يقول سمعته الفضيل بن عياض يقول كان السلف يقولون إن على كل شيء زكاة وزكاة العقل طول الحزن يعني التفكر والتدبر فيما ينفع ويبقى دي زكاة العقل بدل ما تبزل عقلك حنقضي إيه أين نزب هذا المسائل حنضيع وقتنا إزاي النهار دا فدقع بإيه بيرتب بعقله ما يلهيه والتاني بيرتب بعقله ما إيه ما ينجيه فزكاة العقل الحزن وطول الحزن حتى لا تضيع وقتك فيما لا طالك قال سمعته الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعته محمد بن أحمد الفراء يقول سمعته أبا الحسين الوراق يقول سألت أبا عثمان الحري يوما عن الحزن فقال الحزين لا يتفرغ إلى سؤال الحزن فاجتهت في طلب الحزن ثم سل ثم سل يعني المتحقق بالحزن ما بيسألش ربنا إيه إنه هو يشغل قلبه بما يهمه لأنه هو في الحال مشغول بما يهمه فهمت بقى فالحزين لا يتفرغ إلى سؤال الحزن إيه لتحققي بالحزن يعني أنت ربنا أقامك في الفقر تقول يا رب أفكرني ما أنت عايشه فهمت؟ الحزين عايش الحزن ما مش هقول يا رب أديني حزن فهمت بقى إزاي؟ لكن اللي بقول يا رب ارزقني الحزن اللي هو الممدوح يعني ده بيبقى هو ده اللي فاقد الشيء فاكتهد في طلب الحزن اكتهد يعني حاول تكتهد في إنك أنت تتحقق بمقام أهل الحزن اللي هم أهل الحزمة تهمت؟ الحزن بمعنى الحزن على الطاعة والبعد عن الغفلات فإذا اكتهدت سأل الله ما شئت فيدعائك مستجد تهمت بقى إزاي؟ يبقى الحزين لا يتفرغ إلى سؤال الحزن فاكتهد في طلب الحزن ثم أسأل كلام كده تحس إنه هو إيه فزورة لكنه سهل تهمت إزاي؟ دي لإن المتحقق بالشيء واللي عايش فيه لا يطلبه تهمت؟ طالما أنت لسه مش متحقق فاطلب التحقق فإذا تحققت اسأل الله ما شئت بقى دعائك مستجد تهمت كلامه؟ باب الجوع وترك الشهوة لإن أكتر حاجة بنعملها في العادات في الأمور العادية اللي ربنا خلقها فينا هو الأكل والشرب مش كده برضو؟ يعني طول ما أنت عايش كل يوم بتاكل وتشرب شوف كم مرة وكده من أول ما تولدت وانت بترضع واخد بالك العيل الصغير أول ما يتولد يقعد له سنتين ما بعملش حاجة إلا أنه بيأكل ويشرب وينام بيأكل ويشرب وينام يجبر شوية كل ما يخرج مع ابوه عايز ده عايز ده عايز ده كل حاجة يحطبقه وبعدين أول ما يجبر شوية يعني شغل بإيه بالواجبات والساندودشات والتكاوي والهم ديليفري يعني يعني أكتر حاجة في العادة بتشغل الناس هو إيه؟ اهتمامهم بالأكل والشرب علشان كده كان أهل التقوى يحبوا أن يقللوا النهم والاهتمام بالأكل والشرب يعني هم ما بيأكلوا لكن مش مهمومين بالأكل اللي موجود يأكلوا الرسول كان يرضى صلى الله عليه وسلم يرضى بالموجود ولا يطلب المفقود يقولوا له ما فيش إلا خل وهو عنده جمال برة ومعيز وشيادة كان بيدي بالمية جمال صدقة ما قلوهمش إيه ده خل ده اتبحولنا الجمال اللي برة ده ما يعملش كده قلوهم نعمل قدام الخل فكان يرضى بالموجود ولا يطلب المفقود فهمت؟ وكان هم ما يدخل بيته هل عندكم من طعام يقوموا يقدموا له الموجود ما قلوهمش المنيت ويعملولي كذا وعملولي كذا على ما جي واخد بالك ما كانش عنده الحكاية دي يعني كان يرضى بالموجود ولا يطلب المفقود دي عادته صلى الله عليه وسلم والمقصود بالجوع هنا عند القوم مش معناه انك انت متأكلش خالص عشان تموت ونستريح منك وتستريح من الدنيا لا مش معناها كده لان في ناس فيهمت كده انا فاكر زمان واحنا كنا شباب في الكلية واحد زملنا كده كان قاعد يقرأ في الرسالة خشامل غير شيخ فبطل اكله وبطل شربه وبطل نوم لما عيه قاعد يتعالج ست شهور وصقت سنة هو وفاية من الوصول لان الجوع يعني معناها ما يكونش خالص مين قال يعني معناها انك انت لا تأكل الا ازا جعت وازا اكلت لا تشبه ادي معنى الجوع تقيمت بقى فالجوع معناه ايه ما كلش وانا شابعان ابدا احنا بنكل كتير واحنا شابعانين تبقى لس تواكل تخش المطبخ الله عاملين صنير كنافة طب يدوني حك وبعد شوية تروح تزور واحد صاحبك تلاقي عنده جاي بفرخة ما شوية طب ديني الوركة وبعد شوية تروح حتة تانية يقدمو لك كوباية شاي وما حت الجتوب مفيش مانع وكل لو انت شابعان اه ده ما انفعش الطريقة دي ما تنفعش يعني احنا ساعة ناكل حسب ايه ما نشتهي مش حسب ما نجوها كل ما لقي حاجة بحبها اكلها حتى ولا هنا شابعان اه ده كده غلط ده حتى البهايم ما بتعملش كده اه والله البهايم طب طب ربي قطة ولا معزة ولا بطة وشبعها واعرد عليها اي حاجة ما تنرش تبص دي ما تاكلش اللي لان عايش على الفطرة فتعلم من البهايم فالمقصد من الجوع ايه عند كتب القوم انك انت لا تأكل الا من حلال صرف ولا تأكل الا اذا جعت واذا اكلت لا تشبع ورضى بالموجود ولا تطلب المفقود ادي معنى الجوع فهمت بقى ازاي يا سيدي لكن ما قالكش ابدا انك انت تمتنع عن الطعام محدش قال كده باب الجوع وترك الشهوة يقصد بالشهوة اللي هي ايه اللي هي التخمة باستمرار شبعات يعني باستمرار فول تنك فيمتل زي اول بس ما يقل لاثنين سانتي اكل تاني لان انا عايزة باستمرار فول تنك كده ما يصحش فيم يسموها احنا التخمة او النهم يقول لك فلان نهم نهم يعني ايه باللغة المصرية العامية مفجوعة سهلة نهم مفجوعة تفهمت باستاني؟ ثم قال في اخر قال الله تعالى ولانا بلونكم بشيء من الخوف والجوع يبقى ربنا هيختبرنا بالجوع علشان كمان شعورك بالجوع ده اولا حيرقق قلبك تفهمت ازاي؟ وعشان كده ربنا تعبدنا بالصيام لان الصيام من الحاجات اللي تغير طبعي الانسان تماما ازا كان عنده مسلا عجلة على الانتقام عنده حب الانتقام حب التشفي اول ما يصوم ويواظب على الصيام تلاقي نفسه كده تطلق في يوم ما يجي حد يدايقه بدل ما كان ايه يضربه بل الله يسامحك لانه صام بقى فنفسه اتفت في الصيام دي عبادة جميلة احنا بنصوم لكن ايه بنفتر ونصحر يبقى ربنا تعبدنا بالجوع مش معناه ترك الطعام بالكلية لا ده قال لنا كل افتره حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزل امتي بخير ما عجلت الفطر واخرت الصحور وهو نفسه صلى الله عليه وسلم اللي قال اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء يعني كل انتبقى عن كل فيهم انتبقى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ثم قال في اخر الاية وبشر الصابرين فبشرهم بجميل الثواب على الصبر على مقاسات الجوع والخوف ونقص الثمرات وقال تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة لما تبقى انت جائع وامامك الطعام وتلاقي واحد جائع مثلك تقوم تعمليه والاكل على قدك تقوم تأكله معاك وتقول طعام الواحد يكفي الاثنين ولو اهل فتوة تدي له الاكل كل وانت جائعين دول اهل الفتوة بقى فهمت ازاي اللي هو يعني يقدم مصلحة الغير على مصلحة لكن اقل حاجة اكله معاك يا اخي تدي له حتة ما استندودش فهمت ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني حاجة وعنوا بي قال اخبرنا علي بن احمد الاهوازي قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار احنا قلنا الاهوازي نسبة للاهواز موجودة جنوب ايران الان ودخل فيها الاسلام قبل ان دخول الاسلام في مصر قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار يعني اتعن نحاس النحاس كان يقوله عليه الصفار قال حدثنا عبدالله علشان تعرف ان رواة الحديث كان لهم مهن وتجار مش يقولك الصوفية دول تركين الدنيا لا كان بيشتغلوا يعملوا عنده اولاد وعنده حياته وكل حاجة لكنه بيستغل حياته وكل ما اعطاه الله للوصول الى الله تهمت بقى ازاي مش بيخلي الحاجات دي سبب لغفلته بل سبب لوصوله الى الله تهم قال حدثنا عبدالله ابن ايوب قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو هاشم صاحب الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبدالله عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدثه وقال جاءت فاطمة رضي الله عنها بكسرة خبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستنا فاطمة كان لا يهنأ لها طعام الا وتروح تأكل منه النبي وكان النبي كذلك لا يهنأ له طعام الا ينادي على فاطمة تهم فدخلت ستنا فاطمة جاء لها ارس شعير فراحت واخداء وقسمته نسين وراحت ليا بيب تدي له قسرة على عادتها يعني فقال ما هدي الكسرة يا فاطمة قالت قرص خبزته ولم تطب نفسي حتى اتيتك بأدي الكسر فقال أما إنه أول طعام دخل فام أبيك منذ ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم لكمان روحانيته كان يغفل عن زاده البدني لأن إذا قوية الروح حملت البدن فكان النبي يغفل عن الطعام أيام ولا يشعر بضعف اللي عادين اما يشوف الطعام يشعر بالجوع بقى يقول يا ده أنا كنت ناسي يا ده أنا جعان قوي هو كان غافل عن الجوع بسبب انشغاله بما هو فيه صلى الله عليه وسلم وفي بعض الرواية جاءت فاطمة رضي الله عنه بقرص شعير ولهذا كان الجوع من صفات القوم وهو أحد أركان المجاهدة هم كنهم لا يأكلوا إلا دجاعوا وإذا أكلوا لا يشبعوا معناها إن هم جعانين على طول فهمت بقى زي ما هي معناها كده إن الجوع ملازم لأنه ما يشعرش بالتخمة أبدا هو لا يشعر بالشبع والعلمك إن الحالة دي هي أحسن حالة تجعل زهنك نشط وجسمك عنده همك لأن أول ما تمتلق هتلاقي نفسك عايز تنام وده معروف يعني يبقى عما يقصده بالجوع إيه إنك أنت تأكل لا تأكل إلا إذا جعت وإذا أكلت لا تشبع ومش كل ما تشتهي حاجة تجيبها عود نفسك اللي موجود في البيت تأكله مش أنا نفسي أكل إيه نفسي أكل إيه دي؟ كان هو يبقى نفسه في الحاجة ويفضل صابر لحد ما تيجي قدرا في البيت يعملوها يقول يا ده أنا كان نفسي فيها من ست شهور إيه ده؟ إيه اللي فكركم؟ لكن ما يقول له همش ما يقول له همش عن ناردة قبل ما ينزل الشغل عايزك تعملولي كذا وكذا 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 ومزا لا ما عنده همش الحكاية دي بيعتبر إن إيه إن ما اختاراه الله له أفضل مما اختاراه هو لنفسه ولهذا كان الجوع من صفات القوم القوم يقصد بيهم إيه؟ أهل الخصوص يعني وهو أحد أركان المجاهدة يعني مجاهدة النفس فإن أرباب السلوك تدرجوا إلى اعتياد الجوع والإمساك عن الأكل يعني إيه اعتياد الجوع؟ يعني عدم الأكل إليه شبع وإذا شبع وإذا أكل لا يشبع والإمساك عن الأكل يعني إيه؟ والإمساك عن الشبع فهمت إزاي؟ عشان تفهم بس ترجمة الكلام بتاعهم لحسن تعمل زي الجدعي زميلنا ده ونقعد نعالجك بعد كده ونديك محالية يقول لك أصلا قالوا لي كده في مسجد الأشراف لحد ما جعلت لها يا سيء ما قلت لكش كتاب عمري ووجدوا يعني أبيع الحكمة في الجوع تملي لما تبقى أنت غير شبعان وغير جائع الجوع المفضي إلى الهلاك بين البنين كده تلاقي نفسك إيه؟ عندك حكمة ولما توقت تفكر في قضية ربنا يفتح لك فيها الحلول الحلوة لأن ما فيش إيه؟ ما فيش الوخم بتاع الشبع ووجدوا يا نبيع الحكمة في الجوع وكثرت الحكايات عنهم في ذلك قال سمعته محمد بن أحمر بن محمد الصوفي يقول سمعته عبد الله بن علي التميمي يقول سمعته بن سالم يقول أدب الجوع ألا ينقص من عادتي إلا مثل أذن استنور يعني أنا متعود أكل رغيف في الوجبة مثلاً وأنا عايز أسلك طريق الجوع أعمل إيه؟ أكل الرغيف إلا لغمة الأول بالتدريج كده وبعدة أيام أكل الرغيف إلا ربع فاهمت إزاي وكتفي وبعد شهر أكل نص رغيف يعني كل حاجة بالتدريج كده لحد ما تلاقيك بتشبع في الآخر بلقايمات زي النبي يقول إيه؟ بحسب مرئن لقايمات يقمنا بها صول ومن ضمن الحاجات اللي تخليك ما تاكلش كتير إنك تندق كويس مش تزلط بطل زلط آه والله لأن الناس كتير تزلط أنا بقعد كده مع الناس كتير زميلة يكلوا أنا ببقى غير في كمية أقل منهم وخلص بعدهم بكتير أترون هم ما بيزلطوا بص عاما إيه ده يا أخي اندق شوية الندغ ده أولا حيفيد الهضم من ناحية الطبية يعني من ناحية الطبية يفيد الهضم ثانيا يخليك تشعر بتعمل أكل فاهمت إزاي؟ يعني برضو حال جلزة إنك بتشعر بتعمل أكل مدة بوقك لأن المعدة ما فيقاش إيه؟ إحساس بتعمل الأكل يعني حطيت في المعدة آآ ترشي حطيت في المعدة عسل كل واحد عندها هي شغالة بتهدم لكن انت بتشعر بالمرارة والحلاوة والحاجات دي إزاي؟ بالفم فأعادوا بفمك شوية عارف الشعور بتعمل حاجة بفمك مدة طويلة مع الندغ بتدي إشارات للمخ انك انت تشبع بسرعة كمان تشبع بسرعة فاهمت؟ فأول حاجة بقى أنصحك بيها لو انت عايز تغير عادتك في الأكل زود عدد الماضي عشر مرات تقعد تنده كده ابلع موقات اللي وراه لحد ما تلاقي انت التوقيت بتاعك خلاص انت تعودت عليه بقى بقى ساجية زي احنا اول ما كنا نقرأ القرآن على المشايا كان يقول لك المادة اربع حركات عشان تزبط الزمن لسه احنا مش عابطي يقول لك ايه اعمل يدك كده واخد بالك ازاي ولاقيك لما اتطبقها اربع مرات بعد كده بتقرأ من غير ما اتطبق ايديك خلاص لان تعودت على الزمن كذلك انت هتلاقي في الاول كده مدة المضغ بتاعتك متكلفة عشان انت لسه مش متعود عليه بعد شوية هتلاقي هي دي عادتك. يبقى اول حاجة في الاقلال من الطعام نزود مدة المضغ. بعد ما زودنا مدة المضغ وكده نقلل كمية المغروف. جنت بتغرف لك حاجات كده تاكلها. قلل بقى كمية شوية بشوية. كل مرة تقلل بشوية بشوية. لحد ما تلاقي نفسك ايه بحسب ابن ادم لو قيمات يقبن بياصل. اللي هي العادة النبوي الشيء وهي اصح للبدن. لا هيبقى عندك كرش. يعني اظن اللي ماشي على سنة النبي. ياخد بالك ازاي? يعني ايه? لا اظن ان يكون بكرش. ابدا. تهمت ازاي? ما فت كرش. يعني متسنن بكرش? ما فت كرش. ليه? لانه ماشي على سنة النبي. النبي كان ايه? بطنه وصدره سواء. يعني ما عندوش ايه? ده فيه جالة كأنه حامل في التاسع. هيولد امتى ده? ما اخد بالك. يعني ما يصحش كده? فناخد بالنا بالحكاية. اصل التخمة دي عبها بقى ايه في الاخر? انها حتأثر على عبادتك. هتلاقي ركبك وجعتك بدل ما بتصلي وانت من قيام قعود هتصلي على كرسيك. مش كده برضو? وهتقلل مدة عبادتك. لانك وانت بتقرأ لو طويلت شوية تنام. لان تملي التخين ينامه واحد. فحتلاقي نفسك اثرت على ذكرك وعلى عبادتك وعلى نشاطك في حياتك. اثرت على حاجات. وجابت لك امراض كتير. يعني ستين في المية من الامراض جاية بسبب ايه? ان الواحد يتعود على الشبع. يتعود على الشبع. تلاقي مثلا بقى متعود على الشبع يبقى له اربعين سنة. بقى له خمسين سنة. يوم يجي له الضغط والسكر. وقلم المفاصل. والنقرس. ويرغي بقى كتير. نقول لك كتير حاجات كتير. لكن لو ماشي على سنة النبي تعيش طول عمرك بتصلي من قيام وقعود. ما شاء الله حاجة جميلة. عشان كده بيقول لك ادب الجوع يعني عايز تبتدي الجوع على طريقة السنة النبوية. قلل بس ايه من 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 الاكل بتاعك اللي كان بيشبعك زمان قدر ايه ازن استنور الاول يعني. قده ادن لقطة. وبعدين بالتدريج بالتدريج لحد ما توصل للمرة. لكن ما تعملاش مرة واحدة. ما تعملاش مرة واحدة. انا بقى بقول لك اول حاجة زود مدة المضغ. بصفة طبيب بقى. تقيمت ازاي? لو تزود مدة المضغة هتلاقي نفسك شبعت هتصل للشبع بنص الكمية اللي كنت بتاكلها وبتزلطها. تقيم? وقيل كان سهل ابن عبدالله لا يأكل الطعام الا في كل خمسة عشر يوما. سهل ابن عبدالله التستوري. ده بيقول لك كده بس بعد ايه اربعين سنة مجاهدات مع الاكل. يعني وصل لمرحلة بقى ممكن يعود له اسبوعين عايش كده على شوية مية. في نجل لبن. طمرة. وخلاص. ولا يسأل على الاكل ولا يشتري خبز ولا ولا عايز مرأة ولا عايز احدى ولا عايز سلطة ولا الكلام ده كله مش عايزه. بس وصل لكده بعد ايه سنين? في ناس تقرأ الكلام يعني يعني ما كانش بيأكل خالص لا بيأكل. بس بيأكل ايه? كوب لبن. طمرة. عشر زبيبات. واخد بالك شوية مية. وماشي على كده حسس انه قوي كويس. مش مش حسس نجعان ولا مشتقل ايه للأكل. فهمت ازاي? ليه بس ده وصل لها بالتدريج بقى. فاذا دخل شهر رمضان كان لا يأكل حتى يرى الهلال. يجي رمضان بقى واخد بالك يفطر على شوية مية قيمة بالسنة. وثلاث تمرات. وكل ما يعطيش يشربه مية وشغال بقى قيمة الليل وشغال. ويجي على الصحور شوية مية تمرية ويقضي الشهر كده. لا كنافة ولا اطايف ولا عزمات ولا حاجات. يأكل امتى? لما يرى هلال شوال. فرحا بالعيد بقى. يعمل وجبة كده يوم يجيب وركة فرخة ولا حاجات. يمشي حاجة. فاذا دخل شهر رمضان كان لا يأكل حتى يرى الهلال اللي هو هلال شوال يعني. وكان يفتر كل ليلة على الماء القراح. اولا كده. وقال يحيى ابن معاز. احنا قرينا بسرط الامام النووي يقول لك ايه كان سنوات طويلة من عمره كان يعيش على وجبة واحدة في الصحر. ولم يأكل الفاكهة قط. ما انه عايش في الشام. الشام دي بلد الفاكهة. لانه كان عليها مكوس وضرائب. فكان بيستحرم الفاكهة اللي موجودة في الاسواق. فهمت بسبب ان ايه? ان اللي زرعوها اتظلموا. الحكام وضع وضعوا عليهم ضرائب وحاجات من دي فظلموهم. والمعروض في السوق الا بعد البيع والتداول عن طريبة ايه تجار الجملة الى التجزئة. فوصلة مصحوبة بظلم من زرعها. فهمت? فكان لا يأكلها عشان كده الامام النووي. فعاش طول عمره كان ايه? على كسرة خبز. تبعتها له امه. من نوة. هو قعد في دمشق. تبعت له ايه شوال كده في شوية خبز مكسر كده ناشف. واخد باك وياخد وكيس طمر ولا حاجة. وشوية مية. كل يوم كده. هو ده قبلت. وشوف انت عاش الامام النووي يقلف مؤلفات اكتر من سنين عمره. بالبركة. وانت كل يوم تاكل محشي. ومألفتش ولا مؤلف. لا تاخد بك. كان سهل ابن عبد الله لا يأكل الطعام الا في كل خمسة عشر يوما. فاذا دخل شهر رمضان كان لا يأكل حتى يرى الهلال. وكان يفتر كل ليلة على الماء القراح. وقال يحيى ابن معاذ لو ان الجوع يباع في السوق لما كان ينبغي لطلاب الاخرة اذا دخلوا السوق ان يشتروا غيره. يعني عدم النهم يعني. وانو بيه قال اخبرنا محمد ابن عبدالله ابن عبيد الله قال حدثنا علي بن الحسين الارجاني. قال حدثنا ابو محمد عبدالله ابن احمد الاستخري بمكة. حرسها الله تعالى. قال قال سهل ابن عبدالله لما خلق الله تعالى الدنيا. جعل في الشبع المعصية والجهل. وجعل في الجوع العلم والحكمة. وقال يحيى ابن معاذ الجوع للمريد رياضة. الجوع يعني ايه? لا يأكل الا ده ايه? جاعه. اذا اكل لا يشمل. الجوع مش معنى اللي امتنى عن الاكل بالكلية. ربي اكله واشربه ولا تصرفه. زي? الجوع للمريد رياضة يعني بيرود نفسه. وللتائبين تجربة. التائب لله لما يعتدد جوع يعيش التجربة مع النفس وارتقاءات النفس. وللزهات سياسة. يعني بيسوس وقته حتى لا يضيع وقته في طلب الطعام. وللعارفين مكرمة. اكرام بقى ليهم. ربنا يكرم العارفين بقلة ايه? الشهوة للطعام. لايه? بسبب قوة روحانيتهم. بالذكر. قال سمعت الاستاذ ابا علين الدقاق رحمه الله ويقول دخل بعضهم على بعض الشيوخ فرأاه يبكي. فقال له ما لك تبكي. فقال اني جائع. قال ومثلك يبكي من الجوع. يعني شيخ زيك كده. يبكي من الجوع. فقال اسكت. اما علمت ان مراده من جوعي ان ابكي. يعني وماشي مع مراد الله. يعني هنا ربنا اجاعه. فمنعه ايه? النفقة. والحاجة. واجعله في حاجة ولا يوجد عنده اي طعام. واخد بالك. فعملي استسلم لمراد الله منه. فلما ايه? غلبه الجوع بكى. وقال انه مراده مني انه يجعني. لان لو كان مراده مني وقال لا يجعني. كان يسر ليه الطعام. فكونه لم يوصل ليه الطعام انا استسلمت له. فلما قرصني الجوع علمت ان مراده مني ان ابكي له من شدة الجوع افتقارا لمولاي. فهمت? ادي معنى? يعني فهمين الاشهارات الالهية. قال سمعته ابا عبدالله الشيرازي رحمه الله. يقول حدثنا محمد بن بشر. قال حدثنا الحسين بن منصور. قال حدثنا داود بن معاذ. قال سمعته مخلدا يقول كان الحجاج ابن فرافصة معنا بالشام. فمكث خمسين ليلة لا يشرب الماء ولا يشبع من شيء يأكله. ما يشربش الماء حتى يعني بياخد الماء بصورة ايه? كباية لبن. فاكهة. ما هو الماء موجود في الحاجات دي. لكن ما يشربش الماء كتير. لانه خايف لا يرتب جسمه فانام. ولا يشبع من شيء يأكله. يعني كل ما يجبوله اكل ياخد منه بقين ثلاثة كده وخلاص. هم دول اهل الاجتهاد علشان مش عايز ينام. مش عايز يضيع وقته فيما لا طالب. اغلى شيء تملكه هو عمرك على فكرة. عمرك. وفي ناس تبايع من يوميا اتنشر ساعة نوم. متعشر ساعة نوم. ده ساعات يبقى ناية مستيقظ ويبضل برضو قاعد يتقلف في السريك. يا اخي ربنا ايقظك عشان تقوم مش عشان تتقلف في السريك. قوم بقى شوف مصلحتك يا محترم. فهمت? لان الطريقة دي على فكرة الاسلوب ده بيورس الاكتئاب. اللي هو المرض النفسي بقى. يوم يقع بعد كده في الكآبة اللي بي ساعتها يضطر بقى يروح للدكات. وهو اصلا يدخل نفسه فيه. يعني البني ادم ده هو اللي دخل نفسه في هذه الكآبة. قال سمعته ابا عبدالله الشيرازي رحمه الله. يقول حدثنا محمد ابن بشر. قال حدثنا حسين ابن منصور. قال حدثنا داود ابن معاد. قال سمعته مخلدا يقول كان الحجاج ابن فرافسة معنا بالشام. فمكث خمسين ليلة لا يشرب الماء ولا يشبعهم شيء يأكله. قال وسمعته يقول سمعته ابا بكر الغزالي. يقول سمعته محمد ابن علي. يقول سمعته ابا عبدالله احمد ابن يحيى الجلاء. يقول دخل ابو تراب النقشبية في بادية البصرة. من بادية البصرة مكتة. يعني هو جاي من البصرة. ودخل مكة. طبعا بيعيشوا في البوادي دي شهور على ما يوصلوا. ما كانوش زينا بقى بنركب طيارة كده ساعتين تبقى ناك. فدخل من بادية البصرة مكتة حرصا الله. فسألناه عن اكله. اكلت ايه بقى من ساعة ما خرجت من البصرة لحد ما جيت مكة. ده قاعد كده بقاله شهر. فقال خرجت من البصرة واكلت بنباج. نباج دي مدينة كده على بعد مثلا بالطيارة. مثلا او بالسيارة ساعتين. بالسيارة او بقى رجليه. معناه عدة ايام. يعني معناه خرج من البصرة اقعد ثلاثة اربعة ايام على وصل نباج دي. كان له بقى ايه? واجد. ثم بذات عرق. ذات عرق برضو على بعد ايه? ثلاثة اربعة ايام كده على ما يوصل لها. اللي هي مقات اهل العراق. في الاحرام بنقراها في الاحرام. ومن ذات عرق اليكم. ومن ذات عرق بقى على بعد اربعة وتسعين ميل من مكة. كلف مكة. اه يبقى حاجة من الاتنين. يا اما ان ربنا طوى له المسافة. ودي من باب الاكرام. يا اما ربنا سبحانه وتعالى ايه? جعله يتحمل قلة الزاد بسبب كسرة تدريد نفسه على هذا. فهمت? لان في ناس كانت تطوي المسافات دي في ايام بسيطة. يقول لك من اهل الخطوة. المصريين ساموهم ايه? اهل الخطوة. ثم بدأ بذات عرق ومن ذات عرق اليكم فقطع البدية باكلتين. بوجبتين يعني. والبدية دي كانت تقطع في شهر. وسمعتوه يقول حدثنا علي بن النحاس المصري. قال حدثنا هارون بن محمد التقق. قال حدثنا ابو عبدالرحمن بن الدرقش. قال حدثنا احمد بن ابي الحوارة. قال سمعت عبدالعزيز بن عمير يقول تجوع صنف من الطير اربعين صباحا. يعني بيرائب طبائع الطيور. فلا في طير من الطيور يعد اربعين صباح ما ياخدش اللمية بس. ما يرش يأكل. طبيعته كده ربنا خلقه على زي الفطر. ثم طاروا في الهواء بعد اربعين صباح. فرجعوا بعد ايام فكان يفوح منهم رائحة المسك. يعني كأن قلة الطعام تؤدي الى ايه طيب الرائح. وكان سهل ابن عبدالله اذا جاع قوي. واذا اكل شيئا ضعف. يعني اذا جاع يعني اكل ولا يشبع يقوع العباد. واذا اكل وشبع ضعف عن العباد كسر نومه. واذا معتاد كلنا بنشوفه. وقال ابو عثماني المغربي. الرباني لا يأكل في اربعين يوما. يعني وعد اربعين يوم على ما يكله وجبة كده محترمة. لكن في الاربعين يوم دول اكل المتعجل. بقوا بقين وخلاص ومشي حالك. وكل اربعين يوم بايا كل وجبة حلوة كده. كباب مسلا ولا بس في البيت لحسن يأكلك كلابر ولا حاجة. فناخد بان. الرباني لا يأكل في اربعين يوما. واستمضاني في ثمانين يوما. ده ايه اعلى منه درجة يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم احنا كلنا حفظين الحديث ده كان لا يوقد في بيته نار الشهر والشهران. يعني فيش وجبات بتتعمل ساخنة في بيت النبي. اللي هو لو اراد صلى الله عليه وسلم ان يأكل من الجنة لأكل. تهم? قال او سميت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله. يقول سميته محمد بن العلوي. يقول سميته علي بن ابراهيم القاضي بدمشق. يقول سميته محمد بن علي بن خلف. يقول سميته احمد بن ابي الحوارة. يقول سمعت ابا سليمان الداراني. يقول مفتاح الدنيا الشبع. ومفتاح الاخرة الجوع. يعني مفتاح الدنيا والانكباب على شهواتها الشبع. ومفتاح الاخرة والانكباب على الاهتمام بما يوصلك اليها الجوع. يعني ايه? الذي يورس النشاط قال سماته محمد بن عبد الله بن عبيد الله يقول سماته علي بن الحسين الأرجاني يقول سماته أبا محمد الاستخري يقول سماته سهل بن عبد الله وقيل له الرجل يأكل في اليوم أكله يعني بإيه سهل بن عبد الله التستري بيقولوله الرجل يأكل في اليوم واجبة واحدة أكلة واحدة فقال هذا أكله الصديقين هم دول يأكلوا مرة واحدة قال فأكلتين قال أكل المؤمنين يأكل مرة الصباح ومرة بالليل وخلص قال فسلاسة قال كل أهلك يبنون لهم معلفة يعني اللي بيأكل ثلاثة وجبات دا قاعد بيعرف نفسه يعني يعني يبقى إيه يبقى يأكل في مدود بقى عارف المدود المدود دا اللي هو إيه اللي البيهيمة بتحط بقها فيه ويملؤ لها إيه عالم فيقول لك ما يبقى على المدود إلا شر البقر دا مثل كده في الأرياف كنا نسمعه الفلاحين وسمعته يقول حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال حدثنا أبو بكر السائح قال سمعته يحيى بن معاد يقول الجوع نور والشبع نار والشهوة مثل الحطب يتولد منه الاحتراق ولا تطفأ ناره حتى يحرق صاحبه بيشبه لك يعني الجوع نور في القلب يوريس المعاني والحكمة أما الشبع فهو نار وتيجي الشهوة حطب تقوم الشهوة تولع تقوم إيه تدفع صاحبها لإخمادئ تقيمت بقى إزاي دي كلها أمثلة يعني بيدها لك علشان يكرهك في الإيه في الشبع قال سمعته أبا حاتم ده الشبع من الحلال فما بالك بقى في ناس بتشبع من الحرام مصيبة تانية لكل ده بيحذرك من الشبع من الحلال مستدنا علي بيقول كده الدنيا إيه حلالها حساب وحرمها عقاب تقيمت ولا تسلم من الدنيا إلا بتركها ولا تسلم بأخذها وعنه بي قال سمعته أبا حاتم السجستاني يقول سمعته أبا نصر استراج الطوسي يقوله دخل يوما رجل من الصوفية على شيخ فقدم إليه طعام ثم قال لو منذ كم يوم لم تأكل قال منذ خمسة أيام فقال جوعك جوع بخل ده أنت ما بتاكلش عشان بخير الأكل عندك تقول لأنه لأه لابس أشيك السياب يعني مش بقير أنت ده مش جوع فقر بقى ده جوع بخل فقال جوعك جوع بخل عليك سياب وأنت تجوع ليس هذا جوع فقر فإيه عرفوا على طول يعني إحنا عايزين الجوع الاختياري وليس الجوع الطبعي من أجل توفير المال فهمت بقى زي هو عايزي أقول لك مش تخلي جوعك لتوفير المال حرصا على المال لأن الحرص أشد في الغفلة عن الله من الشبع تهمت بقى؟ يقول لك أزل الحرص عناق الرجال قال سمايته محمد بن حسين يقول سمايته محمد بن أحمد بن سعيد الرازي يقول سمايته العباس بن حمزة يقول سمايته أحمد بن أبي الحوارة يقول قال أبو سليمان الداراني لأن أترك من عشاء لقمة أحب إلي من أن أقوم الليلي إلى آخيري لأن زي ملتلك لو شبع يرسه التخمة يوم يؤثر على نشاطه باقي اليوم وسمعته يقول سمايته أبو القاسم جعفر بن أحمد الرازي يقول اشتهى أبو الخير العسقلاني السمك سنين ثم ظهر له ذلك من موضع حلال فلما مد يده إليه ليأكل أخذت شوكة من عظامه أصبعه فذهبت في ذلك يده لدرجة عملت له غرغرينة في إيده الزهر كان عنده سكر مريد السكر أما بيصب جرح يحصل له غرغرينة على طول هو مشتاء يأكل سمك بقاله سنين أخيراً لقى سمك حلال بيمدي إيده شوكة دخلت في إيده عملت له غرغرينة اتقطعت إيده ديم فذهبت في ذلك يده فقال يا ربي هذا لمن يده مد يده بشهوة إلى حلال فكيف بمن يده مد يده بشهوة إلى حرام ديم سمعت الأستاذ أبا بكر بن فورك يقول شغل شغل العيال نتيجة متابعة الشهوة بالحلال يعني شوف أنت عشان شهوة اتيان الزوجة ينبني منها عيال يشغلوك عشرين تلاتين اربعين سنة تصرف عليهم وتأتم بأمره شهوة واحدة شغلتك كام تلاتين اربعين سنة ديم شغل العيال نتيجة متابعة الشهوة بالحلال كمان فما ظنك بقضية شهوة الحرام يبقى شهوة الحرام هتعمل إذا كان شهوة الحلال شغلتك هذا الشهوة فما بالك بقى بالوقوع في الحرام قال سمعت رستم الشيرازي السوفي يقول كان أبو عبد الله بن خفيف في دعوة فمد واحد من أصحابه يده إلى الطعام قبل الشيخ لما كان به من الفاقة فأراد بعض أصحاب الشيخ أن ينكروا عليه لسوء أدبه حيث مد يده إلى الطعام قبل الشيخ فوضع شيئا بين يديه هذا الفقير يعني إيه حيمديه له على الأكل من شدة جوعه قبل ما الشيخ يأكله فزمينه عرفه أنه داسه أدب فحطه قدامه حاجة تحول بين يديه وبين الطعام عشان ينبهه يعني فعلم الفقير أنه أنكر عليه لسوء أدبه فاعتقد ألا يأكل خمسة عشر يوما يعني إيه يعني نظر في قلبه ألا يأكل تأديبا لنفسه خمسة عشر يوما عقوبة لنفسه وتأديبا لها وإظهارا لتوبته من سوء أدبه وكان قد أصابته فاقا قبل ذلك قال سمية محمد بن عبدالله السوفي يقول حدثنا أبو الفرج الورثاني قال حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن محمد الحارث قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمية مالك بن دينار يقول من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله شفت أنت سيدنا عمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا أسألك عمر فجن هلativo الشيطان فجن آخر لشدة مخالفة لنفسه فبيقول إيه من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله يعني يخاف يفرق يعني يخاف من ظله وسمعته يقول سمعته منصور ابن عبدالله الأصبهاني يقول سمعته أبا علي الروذباري يقول إذا قال الصوفي بعد خمسة أيام أنا جائع فألزمه السوق ده ما ينفعش صاحبنا ده ده يروح يقعد هناك ده مفجوع ده يعيش أنا في الأسواق بقى يأكل ويشرب وأمروه بالكسب وأمروه النوع يشتغل عشان يجيب فلوس يأكل نفسه طول نار طالما بيجوع كده يلحق نفسه بقى قال سمعته الأستاذ أبا علي الدقاق يقول حكيا عن بعض المشيخ أنه قال إن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم يعني غلبت شهوتهم رغبتهم حميتهم يعني إيه احترازهم واحتياطهم من إيه من إشباع شهوته فلذلك افتضحه وسمعته يقول قيل لبعضهم ألا تشتهي فقال أشتهي ولكن أحتمي يعني مش كلما اشتهي اشتري قال وقيل لبعضهم ألا تشتهي فقال أشتهي ألا أشتهي وهذا أتم وعنوبي قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا بن مخلط قال حدثنا أبو الحسين الحسن بن عمر بن الجهم قال سمعت أبا نصر التمار يقول أتاني بشر بشر ليلة فقلت الحمد لله لدي جاء بك جاء أنا قطن من خرسان فغزلته البنت وبعته واشترت لنا لحما فتفطر عندنا يعني أنت قلت لنا في يوم إن شاء الله عاملين طبيق لحما فقال لو أكلت عند أحد أكلت عندكم إن شاء الله خلاص وعلي لو ناوي أن أنا أكل بها حاجلكم إن شاء الله على الفطار ثم قال إني لأشتهي البذنجان منذ سنين ولم يتفق لأكله فقلت إن فيها البذنجان كمان لحمة بالبتنجان يعني ربنا يحقق لك شهوتك إن فيها البذنجان من الحلال فقال حتى يصفوا لي حب البذنجان يعني إيه يعني برضو مش حكله حتى ألا أكله بشهوة نفسي يعني هو مش عايز يأكل الحاجة بشهوة نفسي هو يعز يأكلها إذا اتفقت من الله بغير اختيار منه يعني كأنه لما قال له أنا فيها البذنجان اللي أنت بتشتقيه امتنع أن يأتي لأنه هو صرح بشهوة نفسه قال له ده أنا نفسي بتشتاج قال له إحنا عاملين بتنجان مع اللحمة فرصة عالى قال له إيه بقى كده مش حاجة بقى أنا عايزها تجي لي كده من الله بدون ما أنا أسعى إليها حتى لا أكون بأكلها بشهوتي بل بإيه بتيسير الله إيه دي كلها تربية يعني هما بيربوا نفسهم بطرق مختلفة قال سمعته عبد الله بن باكوية الصوفي رحمه الله يقول سمعته أبا أحمد الصغير يقول أمرني أبو عبد الله بن خفيف أن أقدم إليه كل ليلة عشر حبات زبيب لإفطاره كان يفطر على عشر حبات زبيب وكبات ماء ويقيم طوله إليه رمضان فليلة أشفقت عليه فحملت إليه خمسة عشر قلت ما زود له شوي ده أي عشر دي فنظر إلي وقال من أمرك بهذا وأكل عشر حبات وترك الباقي قال سمعته محمد بن عبد الله بن عبيد الله يقول سمعته أبا العباس أحمد بن محمد يقول سمعته أبا ترابي النقشبي يقول ما تمنعت نفسي من الشهوات ما تمتعت ما عندي ما تمنت. اه انا عندي اسلام مش واضح. ما تمنت. اصلا حطيت لي كده عين. يبقى العين دي زيادات الم. ما تمنت نفسي من الشهوات الا مرة واحدة. تمنت خبزا وبيضا. يعني مرة واحدة نفسه قالت له انا عايز اكل سندوتش بيض. خبز وبيض. فيش مشكلة ايه يعني? مضبط كتير والخبز كتير روح كل. وانا في سفر. فعدلت الى قرية. قلت ان ما اروح قرية كده يمكن للاقي فيها مطعم اشتري ايه خبز وبيض. فقام واحد وتعلق بيه وقال هذا كان مع اللصوص. الزهر كان فيه اللصوص في ايه? على طرف القرية. فايه اشتبه لما دخل القرية قال الراجل ده كان مع اللصوص اللي سروا. فتلموا على الناس دربوا درب. فقال هذا كان مع اللصوص. فضربوني سبعين درة يعني سبعين درب. ثم عرفاني رجل من هم. فقال هذا ابو تربي النخشاب يا مجانين ازاي تضربو ده? ده رجل والي كبير. طلعوا من وسط ايدي. فاعتذروا الي فحملني رجل الى منزله اكراما لي وشفقة علي وقدم لي خبزا وبيضا. فقلت لنفسي كلي بعد سبعين دربة. مش هي دي اللي عايزك. يعني يقول لان كل شهوة تطلبها بنفسك تتبعها حسرة. هو عايز يقول لك كده. يعني كل شهوة تطلبها بنفسك تتبعها حسرة. فدي خلاصة الامر. وان شاء الله نلتقي يوم الاربعاء الثاني من شهر شوة. الاربعاء الثاني من شهر شوة حيوافع حوالي اربعتاشر يونيو. ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد الله الى الى الانف نستغفرك ونتوب اليك وصلي الله هم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.